مرحبا رح نحكي بهذا الفيديو عن دواعي استقصال اللوزتين اللوزتين هي عبارة عن أنسج لنفاوية موجودة على جانبين الحلق تكمن أهميتها زي بقية الأنسج لنفاوية بمحاربة الالتهابات تكمن أيضا أهميتها في أول ثلاث سنين من عمر الشخص تأثر هدول اللوزتين بعدة مشاكل وممكن يسببوا عدة مشاكل للأشخاص من أهمها لهي مشاكل الالتهابات المتكررة أو الالتهابات المزمنة أو أنه تضخم اللوز ما يسبب انختناق أو انسداد بالتنفس بتات أثناء النوم وأحيانا قد تصاب ببعض الأورام لذلك هناك عدة دواعي لاستقصال اللوزتين في عنا دواعي أول مجموعة من هاي الدواعي دواعي يجب فيها استقصال اللوزتين أول إشي في هاي الحالة إذا كان هناك شك في وجود ورم في اللوزتين في هاي الحالة يجب استقصال اللوزتين السبب الثاني اللي هو إذا كان هناك تضخم في اللوزتين مما يسبب اختناق أثناء النوم عند الأطفال في هاي الحالة يجب استقصال اللوزتين في أي عمر النوع الثاني من الدواعي اللي هو أنه ينصح باستقصال اللوزتين ولكن يمكن الانتظار لأنه ممكن الشخص أو المريض يتحسن ونتجنب الاستقصال اللوزتين منها اللي هو مشكلة الالتهاب المتكرر في اللوزتين نقصد بالالتهاب المتكرر هو معاناة الشخص من 7 أو أكثر الالتهابات لوز خلال السنة في آخر سنة أو 5 أو أكثر من الالتهاب في اللوزتين في السنة خلال آخر سنتين أو 3 أو أكثر في السنة خلال آخر 3 سنين أو إذا كان الشخص عانى من تجمع أو خراج جنب اللوزتين مرة أو مرتين في هاي الحالة ينصح باستقصال اللوزتين إذا كانت المشكلة مأثرة على الطفل من ناحية حضوره للمدرسة أو على الوالدين أيضا أو أحيانا قد تؤثر على البلع والنطق وأحيانا ممكن تؤثر على نمو الطفل في هاي الحالة إحنا مننصح في استقصال اللوزتين إذا كان المشكلة مش مأثرة جدا على جودة الحياة أو على الأكل في هاي الحالة ممكن أنه ننتظر لأنه في كتير من الأطفال ممكن أنه تخف عدد مرات التهاب اللوزتين مع تقدمهم بالعمر أسباب تانية ممكن أنها تستدعي أنه نشيل اللوزتين أيضا أنه ممكن هي جزء من عملية أخرى مثل عمليات الشخير وعمليات أخرى في الحلق وممكن أنه نشيل اللوزتين في هاي الحالة وأحيانا في بعض الأمراض وجدت الدراسات أنه ممكن أنها تخف أعراضها الأخرى مثل أمراض الصطفية وأحيانا أخرى في بعض الأشخاص ممكن أنهم يعانوا من رائحة فم كريهة بسبب تجمع بعض الإفرازات وبقاء الأكل في اللوزتين فهذه الحالة برضو ممكن أن نستقصل اللوزتين